طبعا كير مرة تانية وبنكمل حلقتنا نهاردة في نهارك سعيد وخمسة يام ونتم تقريباً مش تقريباً نتم بالضبط تسع شهور على ثورة 25 يناير أحداث كتيرة وأسئلة أكتر وزي ما احنا دايماً بنقول في نهارك سعيد أن كل يوم بيبقى عندنا أكتر من خبر يعني دايماً يشغل الرأي العام رايحين فين بقى ووضعينا إيه والانتخابات خلاص يوم 28 نوفمبر ربنا يستر على الوقت ده وكلين في سنة الأيام تمر بسلام وفعلاً ننتقل لحياة ديمقراطية حقيقية خلونا نعرف رأي ضفنا المفكر والكاتب دكتور هشام الشريف في الأحداث اللي بتحصل اللي مين دول نهارك سعيدة فنسة سواء خير من وانا بيك من 8 شهور حالك كنت معنا تقريباً هنا في نهارك سعيد 8 شهور تقريباً وحضرتك قلت أنه ثورة يناير كانت ثورة متوقعة متوقعة أن يحصل حاجة شبه كده في مصر لأنه لقد جاوز الظالمون المدى والحياة كانت صعبة جداً هيك شايف أن اللي احنا بنمر بيه بقى من 8 شهور لغاية دلوقتي برضو متوقعة من أحداث متلاحقة وكلها حضرتك بتولد بعد ثلاث يام نعم بعد خمس يام نهاردة عشرين يعني يعني حضرتك كي أننا عايزيني شوف دلوقتي هلها تتولد الثورة ديت ولادة طبيعية ولا ولادة مشوهة ولا مش هتولد أصلا أو مش هتولد حضرتك لو تذكري اللي احنا قلناها بساعتها إن احنا محتاجين كلام ده كان من 8 شهور إن كنا نحول الثورة الجميلة اللي نزل لها الشعب كله في 25 و28 يناير إلى ثورة بنا إلى ثورة تقدم إلى ثورة علم إلى ثورة إنتاج إلى ثورة خدمات إلى ثورة سياحة إلى ثورة أخلاق إلى ثورة ثقافة إلى ثورة كلمة حلوة ما بين الناس وبعضها لكن اللي احنا شفناه بالضبط كده من بعد ثلاث أسابيع من الثورة الجميلة أو أربع أسابيع وكنا هنا سوا وابتدينا نقول إيه يا بلد خلي بالك إن الثورة دي بتريد تتحول إلى نموذج تاني نموذج لبناني أو نموذج مش عايزين نقوله نموذج فلسطيني يعني لكن نموذج لبناني أو نموذج عراقي وما أعتقدش ده إن المصريين عبر مئات وآلاف السنين كانوا بيطبقوه في أي عصر من العصور مصر مشهورة والمصري مشهور بالسلام والسماحة والوسطية والمحبة والتآلف مش كده والبنى يعني لما بنبص للماضي ونقول إحنا بنينا حضرات كويس حقيقة إحنا بنينا حضرات لما بنبص للحاضر في الوقت اللي إحنا بنعوز نعمل فيه حاجة سواء من سد عالي أو من إحنا ندافع عن بلدنا كويس في حرب زي حرب أكتوبر أو إن إحنا نحقق انتصار رياضي في أي وقت لما نعوز بنعمل صحيح لكن للأسف الشديد بنعيش فترات طويلة كويس ما بنحطش الكلام ده بحيس إنه يبقى نموذج حياة هل أحنا مش عايزين دلوقتي ولا إيه؟ أعتقد إن مش من إحنا مش عايزين أعتقد إن الصورة الجميلة بتتسرق وتسرقت مين اللي بيسرق؟ أصحاب المصلحة في إنه هما يصلوا إلى السلطة بمنتهى الوضوح ومنتهى الضق أصحاب المصلحة في إن البلد دي ما تبقاش ديمقراطية أصحاب المصلحة إن البلد دي ما يسودهاش المحبة كويس لما تبصي كده لعنوين الجرائد والأسف الشديد وأنا قلتلك يومها وكان فيه هنا بعض الزملاء اللي بقوا في مناصب إعلامية كبيرة كويس في نفس اليوم قلت لهم كانت فكرة إن إحنا عايزين نص أبيض ونص أسود بدل ما تبقى الصفحة كلها سودة فساعتها قالوا إيه؟ قالوا بس نطلح تراكمات الماضي طبعاً بعد التسعة أشهر أنا أقول التسعة أشهر دا حصل فيهم إيه؟ حضرتك خسرتي أكتر من 250 مليار جنيه ولو فيه اقتصادي دلوقتي بيتفرج علينا أنا عايزه يطلعلي ويحسبها معايا طيب حنعوضهم فقد إيه؟ خسرنا السنة دي مليون فرصة عمل قاعدين الناس في بيوتها من سياحة ومن إنتاج وقف ومن 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 بالإضافة إلى البطالة اللي عندنا بالإضافة إلى إيه؟ صفر في الاستثمار لهذا العام صفر رقم رقم لا يتناسب مع مصر الثورة الثورة دي معناها بالنسبة لي أنا معناها بنا طيب أنا أكيد هقف على الناس اللي عندها مصالح بس أنا قبلها برضو عايزة أرجع للسؤال اللي سألته هل كان متوقع زي ما كانت ثورة متوقع هل كان متوقع أن بعد الثورة هيبقى عندنا كل هذه الخسائر يعني حيكوا أنت شايف إن دا يحصل حضرتك ما إحنا قلدها على تليفزيون يومها من 8 تشوك حضرتك مش كنت معايا وأعتقد إتفاقتي معايا أه ولا اختلافك معايا ولو عايزة بس أتأكد حضرتك أي قارئ منطقي وأنا لا أدعي إن أنا بكشف عن الغيب أنت يومها ما شفتيش إن البلد بتتخطف يومها ما شفتيش إن تم هدم كويس الأمن المصري يومها ما شفتيش مين له مصلحة إن يهدم الأمن المصري ممكن حالك تجاوبيني مين له مصلحة أكمل لك مجوعة أسئلة فسأولات ساعتها صحيح مين له مصلحة إن يهدم السجول المصرية مين له مصلحة إن يهدم ما اللي بيسموه أمن الدولة ساعتها مين له مصلحة إن هو يهدم ويغير الإعلام المصري الإعلام المصري اللي إحنا شايفينه في 9 شهر دا هو الإعلام المصري الحر الديمقراطي هو اللي هينقلنا لثورة بنا مين له مصلحة إن يهدم الدولة المصرية من فوقها لتحتها ومن تحتها لفوقها من غير ما يحط بديل لعربنا طيب خليني أسأل حديك أقول أول حديك رأي الناس اللي عندها تفاقل كبير يعني هما شايفين أنه لا لا متأكداً قصدي يعني أخيقولها بشكل أغلال إنه لا ما طبيعي إحنا بعد أكتر من تلاتين سنة باحمل كارم في ستين سنة نكارم ستين سنة والحكم الغريب المنفرد وكل الفساد اللي إحنا كنا عايشين فيه من ستين سنة طبيعاً إحنا ناخد وقت عشان نبتدي كده ننظف البيت زي ما بنقول بالبلدي محتاجين نهد كده ونكسر وبعدين نبتدي نبني على بيوض هل مسموح لي أن أنا أختلف معاكي؟ طبعاً يا فندي أنا مختلف معاكي تماماً بمعنى لو الثورة الفرنسية خدت ستين سنة أو الأتراك خدوا مش عارف خمسين سنة زي ما بيقولي نماذج كلها في العالم إحنا مش لازم نكرر نماذج دي لو كان عندنا نماذج أكثر رجداً نقدر نعمله حضرتك أنا ممكن أختلف أنا وانتي على البناء؟ لا طبعاً هل ممكن أختلف أنا وانتي على الأمن والأمان؟ لا لا في حاجات ما فيهاش اختلفات لجدتك والولدتي والأهلي والأولادنا هل ممكن نختلف على كده؟ هل ممكن نختلف على الاستقرار؟ إيه اللي ممكن نختلف عليه؟ كويس؟ مين فينا هو الأصلح أن يقود في هذه المرحلة؟ أو هيقود بالمعايير اللي متفق عليها برد؟ إذا كانت ديمقراطية فأهلاً لكل الطيارات طيب إسلامية يسارية يمينية أو وسطية كويس؟ من أجمل الحاجات اللي حصلت في التسعة شهر اللي فاتت ودي إيجابية جداً أن مصر بتقوم مصر بتقوم بكل طياراتها الفكرية لكن الأجمل أن مصر تحتضن بكل هذه الطيارات مش طيار واحد يخطف الباقي أو يقتل الباقي الخطورة أن أنا أجي أفرض رأي على حضرتك لكن الجمال أننا نسمع أضعف رأي فينا لأنه قد يضيف لأنه كمان بيمثل برضو مجموعة الجمال ثورة البنى تقول حضرتك أن إحنا نتفق ونختلف على مشروع التقدم للوطن مش نتفق على إزاي نخطف الكرسي وإزاي نعمل تحالفات كويس علشان نخطف هذا الكرسي وما ينفعش على الإطلاق إن إحنا نوقف بلد ونسيب البلد تنهار قدام عينينا زي ما بيحسب كويس علشان في الآخر خالص البلد تبقى خراب ويستلم ونحول البلد من دكتاتورية سابقة إلى دكتاتورية جديدة البلد عاشت زي ما حردك بتقولي ستين سنة احتقان فقر حرمان مفيش أمل وكل يوم حضرتك كويسة كويس تبقى على جنب كل يوم مش هنحول البلد من دكتاتورية سابقة إلى دكتاتورية جديدة طيب خليني أخد كلام حضرتك وحطه في نقط بقى محددة من ضل الطيارات أنا بتاعي بقولها في نقط محددة لا يا رازني أسجد معنا إن حضرتك بتقول الصورة الأكمل والأشمل اللي إحنا عايزين نوصلها نريد أسعى لحاجات معينة إزاي؟ الطيارات اللي حالك بتتكلم عنها من ضمن الطيارات الطيار الإسلامي أيها وتصريحات مرعبة كل شوية بنسمعها الأول كان 20% قبل الاستفتاء وصلنا 35% على مقاعد البرلمان دلوقتي سمعين كلمة على 60 وبينك وبينه لو عادت مرحبا يقولك الأحد إحنا هناخده كله 100% من البرلمان أهلا بالطيار الإسلامي لو هو يؤمن بالوساطية لو هو يؤمن بالتآلف لو هو يؤمن بالتكامل بالمحبة بالوحدة الوطنية بحرية الأراء حرية العقيدة حرية العقيدة إلى أخر لكن لا لكل واحد بيتصور إنه هيلغي الأخر طيب ومن الخطورة بمكان انبارح قليس قبل الثورة كان بيقعد قدام حضرتك ناس قاعدين حطين الرجل على رجل وفاكرين إن البلد دي بلدهم وبس ومش بلد حد تاني من الخطورة بمكان المناظر اللي أنا شايف في هدلوقتي اللي بتطلع على تينيفيزيون قدامك ومعاكي كويس؟ إنه يفتكر إنه هو بكرة الصبح ياخد مية في المية ده بيقامر ببلد واللي بيسمعه وبيسهله هذه المأمورية كويس؟ بيرتكب جريمة في حق أمة اسمها أمة مصر مش هتسمح بالكلام ده فنتيجة لو تحول الكلام ده إلى حاجة حقيقة على أرض الواقع مش هيتحول بقى إلى احتقان بص هنلاقي سيناريوهات ما سبيرو هتتطرر حضرتك ما لم يكون عندنا الزكاء السياسي إن إحنا نبني الإطار اللي في هذا المجتمع اللي يحتوي كل الأطياف بكل حب ومحبة كويس؟ البلد دي هتمشي في النموذج اللبناني أو النموذج العراقي زي ما قلت لك لو كان عندنا لو كان عندنا بقى الغباء السياسي ونتصورنا كويس إن ما يسمى الانتخابات القادمة إنها هتفرز ديمقراطية حقيقية واحد ها؟ حضرتك زي بنتكولين جايبها محمد عليك ليه؟ ومولودك اللي هو بقى له تسعة أشهر وبتقولين له منزلوا الحلبة وطف عنده سنتين كويس؟ هي البلد دي كانت في حد فيها معد سياسيا؟ لا خالب طب عندنا دلوقتي كم حاجة واربعين حزب؟ حاجة واربعين تقريباً الشباب الجميل اللي طالع ده كله اتولد إمتى في ده سنة أولى سياسة مش ندي له فرصة ندي له فرصة إن هو يبني كوادره إن هو يبني مقراته إن هو يبني على فكرة تزوير الانتخاب مش بس إن أنا حط صوت مزور في البتاع تزوير العقول بقى تزوير الانتخاب بيحصر باثناشر حاجة اه أضربك مثال بسيط جداً لو أنا قلتلك من فضلك أنا عايزك تبني لي عمارة عشرة دوار في يوم واحد هتقدر تعمليها؟ الزمن مهم جداً لو أنت أرصى سبعة واربعين حزب وهي لسه بتماولوا دين جوداد بتقول لهم بكرة نزلوا انتخابات وهم لسه معرفوش يعني إيه؟ يعني يا جمع صوت وفي مجموعة تانية عمالة معدى بقالها عشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة عندها قدراء على الحجد تتوقعي مين دا هيكسب؟ خلو مفهوم يعني وش ده اسمها ديمقراطية كنت حضرتك مع الناس اللي بتطالب تأجيل انتخابات؟ لا بس قالك أنا مخلتش أنا لسه أنا بكلمك هو أولاً عشان ما تصنفين إيش أقولك تصنيفي عشان أليحك من إيه؟ أنا تصنيفي وسطي مع جزور هذه الأرض ومع الـ 85 مليون مصري لاخيرهم والمستقبلهم ومع بشدة صورة البنى ده تصنيفي عشان بس الحديث لكن أنا هتلاقيني مع الإخوان هتلاقيني مع الأقباط هتلاقيني مع الوسطيين هتلاقيني مع الإبرالين مع كل واحد في دول عايز يبني مصر وعايز يحب الآخر وضد كل واحد في دول عايز يحارب فايس أي أضعف واحد في كل هذي الطيرات بقول ضد يعني ضد مفهوم واخدبارك نبانا صنفتيني دلوقتي